هل من الممكن أن الروبوت يسرق كل وظائف البشر؟ طيب ما رح يعوضهم بوظائف؟ وهل الروبوت يفكر أنه يسيطر على البشرية وياخذ محلهم؟ موسيقى حياكم الله أنا طارق الجاسر وبهذا الفيديو رح نتحدث عن الروبوت ومستقبل البشرية طبعا من عدة مصادر وبحث أجريته رح نتعرف على هل الروبوت يطمح أنه يسيطر على البشرية؟ وهل أنه رح يسرق أو يستحوذ على وظائف البشر الحالية الموجودة؟ حياكم الله في أول حلقات سلسلة دردشة في النت واتمنى إذا عجبتكم هذه الحلقة أنكم تشاركونها مع أصحابكم وتضغطون زر اللايك وأيضا تفعيل جرس التنبيهات وتشريفي بالتسجيل في القناة خلونا نبدأ في موضوعنا في سؤال صار يتكرر كثير الفترة الأخيرة وين بتروح الوظائف اللي جالس يستحوذ عليها الروبوت في عصرنا الحالي؟ قبل ما نتكلم عن المستقبل خلونا قبل نتعلم من الماضي طبعا السؤال محير وأيضا مرعب بالنسبة للأشخاص اللي يعتقد أنه الروبوت راح يغزو العالم مستقبلا وفي كثير من النظريات طلعت وأنه الروبوت سيسيطر علينا هذا غير أنه في بعض الأفلام جالسة تعزز لفكرة أنه الروبوت راح يسيطر علينا زي فيلم ترمينيتر وزي أفلام كثيرة آي روبوت وروبوكاب وأفلام كثيرة ممكن ما نحصرها من كثرتها وكيف أنه الروبوت راح يقوم بدور البشر وممكن يكون متفوق عليهم والدرجة أنه راح يسيطر عليهم في الثورة الصناعية الأولى لما كان فيه فقط القطار البخاري يقول لكم كانوا المهندسين أو عدد المهندسين في زمن القطار البخاري عدد كثير جدا اللي مختصين في القطار البخاري في منهم اللي يبني في السكك الحديدية وفي منهم اللي يبني القطار وفي منهم اللي يعمل صيانة للقطار وفي منهم اللي يشغل الصيانة وفي منهم اللي يشغل القطار وفي منهم اللي في السكك الحديدية كصيانة وغيرها عدد كبير جدا لموظفين فقط للثورة الصناعية الأولى واللي هي كانت محصورة في القطار البخاري إحنا لو نتكلم فقط ناخد جزئية القطار البخاري بعد ما اخترعت السيارة بدأ يقل عدد المهندسين والأشخاص اللي يشتغلون في المحطات للسكك الحديدية لكن فيه نقطة مهمة ذكرتها قبل شوي لما اخترأوا السيارة بدأت تقل عدد اليد العاملة في السكك الحديدية بمعنى انه ظهر نوع جديد من الوظائف اللي هما يعملون في التصنيع للسيارات صار فيه مصانع للسيارات واصبحت توظف بمئات الألوف واصبح فيه محلات ميكانيكا ومحلات قطاع الغيار ومحلات الصيانة وهذا غير محلات اكسسوارات السيارات وعد وغيرها كثير من الأرقام اللي ممكن احنا نذكرها فكل ما ظهرت تقنية جديدة ممكن انها تلغي شيء سابق لكن راح توجد وظائف أكثر وممكن بأضعاف عديدة وبجيب لكم مثال ثاني اكتب عندك في المحضر الشخص اللي يكتب بالمحضر الآن معاه قلم والدفتر الخاص بالمحضر لما ظهر الكمبيوتر ما فصله بالعكس أعطوه دورة تدريبية وصار عنده مهارات كيف يتعامل مع الكمبيوتر فبدل ما يكون اسمه كاتب صار اسمه مدخل بيانات الكاتب هذا لما يكتب المحضر بيخليه في الكمبيوتر ويطفيه لا طبعا أكيد بيرسل المحضر هذا إلى قسم تقنية المعلومات بمعنى انه لازم نؤسس قسم تقنية المعلومات في هذه الشركة أو في هذا المبنى أو في هذا القطاع أو في هذه الجهة فصار عندنا مدخل بيانات وصار عندنا قسم تقنية المعلومات وقسم تقنية المعلومات وش أكيد بيكون بداخله بيكون فيه فني شبكات بيكون فيه موظف أمن معلومات ورح يكون فيه مبرمج رح يكون فيه مطور رح يكون فيه مختص واجهة مستخدم ورح يكون فيه عدة أشخاص بمعنى انه نفس الموظف هذا أصبحت عنده مهارة جديدة وصار يستخدمها في أمور عدة فاللي انلغى الآن الوظيفة ما هو الشخص نرجع الحين لموضوع الروبوت وموضوع الروبوت تقريبا نفس الشيء لما بدأ مفهوم التجارة الإلكترونية كانت الطلبات تقريبا محدودة لكن بعد فترة أصبح عندهم مستودعات كبيرة وصار فيها عدد كبير من الموظفين بعد فترة زاد العدد هذا وزادت طلبات كثير من الأشخاص مع انتشار الانترنت وانتشار ثقافة التجارة الإلكترونية وهذا يطلب سلعة وهذا يطلب خمس سلع من متاجر عدة فأصبح الموضوع متشاعب وكبير جدا فلازم انهم يدخلون الروبوت حتى ينظم بعض الأعمال فبعدها اخترعوا الروبوتات اللي تكون مهمتها تجيب الطلبات بداخل مستودعات المتاجر الإلكترونية وبعدها تعطيها لموصل هذه الطرود البريدية سواء كان نفس الشركة أو لشركة البريد بس لحظة هنا معناته احنا وظفنا مثلا 300 روبوت في هذا المستودع للتجارة الإلكترونية وين راحت وظائف البشر؟ أبأقول لكم وظائف البشر اللي كانوا موجودين هنا بيحتاجونهم طبعا لكن راح يعطونهم مهارات جديدة الروبوت هذا لو يتعب بيودي نفسه للصيانة لا طبعا فبيحتاج لأشخاص يشرفون عليه للصيانة حتى لو ما خرب لازم يكون فيه صيانة دورية للمحافظة على هذه الأجهزة ما يحتاج إلى تطوير في برمجياته ممكن أنه يعلق أو يطفى فجأة فيحتاج إلى تحديث لكافة بياناته فهنا بنحتاج إلى مبرمجين ما تحتاج إلى أشخاص يحللون كافة إهدار الطاقة من هذه الروبوتات ويوجدون لها حلول حتى أنها تعطي كفاءة في الطاقة سرعة في العمل وتعطي أيضا نفس الروبوتات قدرة على فهم الطلب وجلبه بسرعة عالية جدا فهنا معناته رح نوظف أشخاص جدد بمهارات جديدة فرح يكون عندنا محلل بيانات رح يكون عندنا مبرمج رح يكون عندنا صيانة رح يكون عندنا صانع للروبوتات هذه وقطعها فكل الأمور هذه نفس الموضوع من ناحية الروبوت أو حتى في التقنية ليش بعض الشركات تلجأ لاستخدام الروبوت بكثرة؟ هذا السؤال بسيط جدا الروبوت ما يطلب منك راتب ولا يطلب منك إجازة بالإضافة أن الروبوت ما يأخذ استراحة عمل ويروح ويتغدى ساعة أو كده وأيضا ما عنده ظروف ما رح يقول لك أنه اليوم أنا إجازة عندي ظرف الفلاني أو عندي ظرف طارق أو عندي ارتباط وغيرها لكن بنفس الوقت الروبوت ما يقدر يكون موجود بدون البشر والنقطة المهمة والأهم أنه الروبوت ما رح يقدر يجيب لنفسه الطاقة والموارد لكن لو قلنا أنه الروبوت تعلم كيف يجيب الطاقة من أشعة الشمس لكن ما رح يقدر يبتكر زي البشر وعلى فكرة الابتكار يختلف عن موضوع الاكتشاف الابتكار شيء والاكتشاف شيء آخر وموضوع الابتكار خلوني أشرحكم إياه كان سابقا عندنا مطاعم وكنت لما تبغى تطلب من المطعم هذا لازم تروح تدور على رقمه وتتصل على المطعم إذا عنده توصيل إذا ما عنده توصيل بتكنسل المطعم هذا وتتصل على المطعم الثاني إذا عنده توصيل بيجيب لك الطلب فطلع لنا الحين ابتكار جديد وهي تطبيقات توصيل الطعام هذا ابتكار المطاعم ما زالت موجودة اللي ابتكر الآن طريقة توصيل الطلبات من هذه المطاعم فصار التطبيق يوظف أشخاص يجيبون لك الطلب من هذه المطاعم هذا هو مفهوم الابتكار إنك تبتكر طريقة سهلة وسريعة وتسهل حياة البشرية وبنفس الوقت توجد فائدة كبيرة وعظيمة سواء للمطعم أو حتى لمندوب التوصيل وأيضا لنفس الشركة اللي ابتكرت هذا التطبيق طيب إلى الآن يا طارق ما قلت لنا هل الروبوتات تطمح إنها تسيطر على البشرية؟ أبقول لكم بحسب الأبحاث اللي أنا جريتها سواء مقاطع الفيديو أو المقالات أو البحوث اللي قرأتها وبحسب علمي يعني موضوع نقدر نختصره ونقول إنه الشبه مستحيل ليش؟ لأن الروبوت ما عنده وعي ولا عنده إدراك بمعنى إنه الإنسان عنده طموح الإنسان لما يتوظف يطمح إنه يترقى جالسة تزيد قدراته عقله تفكيره وخياله وإبداعه كله واسع لكن الروبوت لما تقول له واحد زائد واحد يعطيك اثنين إذا بدع بيقولك صفر زائد اثنين يساوي اثنين وهكذا لكن الروبوت ما عنده وعي وطموح وإدراك إنه يوصل لمكانك أو إنه يسرق وظيفتك أو إنه يسيطر عليك فعشان كده نقول تطمنوا الروبوتات عموما لها فوائد عدة ووجودها ضروري لأنها تتحمل الأعمال الشاقة الروبوت ممكن أنت ترسله في مكان في حريق مثلا حتى يساعدك في إخماد الحريق من الداخل الروبوت تقدر ترسله لأماكن الفيضانات مثلا في دور الرعاية فالروبوتات لها فوائد عديدة لكن هذا مو معناته إنه راح ياخذ مكاننا وبس وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى إن شاء الله أنه أعجبتكم هذه الحلقة وهي من سلسلة دردشة في النت إذا أعجبتكم وعندكم بعض المقترحات والملاحظات أعطوني رأيكم في الردود بالأسفل وإن شاء الله ألتقيكم في مقاطع أخرى هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله